مسؤولية أن هو يجيب مئة مليون مشاهدة أو أن يجيب مليون مشاهدة أو عشر تلاف حتى قول لا أنت كويس تجيب خمس تلاف مشاهدة وأنا هكافأك على الخمس تلاف لأن أنت هتبقى ضمن مجموعة أنت ضمن مكتبة لما يجيلي المعلن أقول له بدلا ما تحط على فيديو واحد أنا بقول لك أنا عندي فلان ده خبير صحة وفلان خبير تسويق وفلان خبير حوار داخلي وكذا هتحديني الإعلان ده وأنا هوزعه لك بحيث أن في الآخر عشر تلاف مشاهدة هيشوفه بس مش هشوفه عند واحد بس فهحل مشكلة أن هو بيحاول يعمل حاجة تتشفه خلاص ده هو يعمل حاجة مضمونة الأول فيها مضمون وأنا هكافأه بس هكافأ على مجموعة زي ما يكونوا عاملين جامعية مدونين صحيح فدي أول مشكلة تتحل تاني مشكلة هي طب مين اللي بيكلمني فإحنا قلنا أن إحنا مش هنختار أنا شخصين دي بتفرق معي مش هاختار حد عايز يبقى نجم يوتيوب لأن نجم يوتيوب ده بيحور من شخصيته أو بيحور من المضمون بتاعه عشان يعجب الناس أنا هجيب ناس متخصصة بس ديها كارزمة عالية وحديهم الفرصة أن هم يطلعوا بحيث أن أنا أوفر وقتهم يعني أنت متروح لحد يقولك مش فاضي الدكتور قال لي مش فاضي هقول لي أنت مش ديها من حال خالص هبعات لك المصور يومين في الأسبوع يقعد معاك نصف ساعة تقسم كل حلقة يعني من عندك ونت ملاكش دعوة خالصة فبقى يرحبوا بكده فبقى إينا نجيب ناس مستواها عائلة ناس بقى مشغولة ووراها حاجات تانية ونجحة وفي دماغها كمان مش الفلوس فمش بترخص في اللي هي بتعمله علشان تكسب وبنوفر عليهم من هم يطلعهم فيه كم حد بيتعامل مع حضرتك؟ إحنا حالياً عندنا 15 واحد أونلاين وعشرة بنحضرهم لا الناس اللي بتدي معلوماته والناس اللي بتطلع على اليوتيوب المدولين نفسهم هم الخمستاشر يعني حالياً إحنا بدأنا كفكرة في 2017 ما كناش بنعلن قوي ولا بنتلع في مجالاته الحاجة لأنك فيه ثلاثة مثلاً تبقى لكم سنتين ثلاثة كده من ساعة 17-19-19-3 سنين من ساعة فجأة بدأت كانت يناير 2017 أخذت مننا حوالي سنة بس عشان نفع معايزين نعمل إيه وإزاي وكده وبعيني بتدينا نصور أول ثلاثة وطلعناهم وحتى كان عندنا منظومة طب نتفق معهم إزاي طب لو هم دخل فعلاً فلوس من المعلنين هنقسمها إزاي كان فيه مرحلة إعداد جامدة لأن المنظومة دي مش موجودة في حتة قبل كده يعني إحنا مش بنقلد موضل موجود في أمريكا ولا موجود في حتة إحنا بنخترع حاجة عشان نحل المشكلة